حلوة أكيد جواء الميلاد ونحن متابعين حلقتنا من بتحل الحياة ومنبدأ ومنستقبل أول ضيفة معنا وهي تتمتع بصوت ملائكة بيأويلنا إيماننا وبيحسسنا بخشوع نستقبل المرنمة جمعنا مدور ميلادك يسوع زهر كون جديد والعالم بعيد فرح وموعيد محبي وسلام هدايا وأحلام وقيت تشبك إيت والنعم علينا تزيد روح زورهم ببيتهم بيتهم فقير ما عندهم شيء روح زورهم ببيتهم هلهم ولد يسوع سلامي الوحيد فرحي الوحيد حبي الوحيد أنت سيدي سلامي سيدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر حبي الوحيد المرنمة جمعنا مدور أهلا وسهلا فيك مرسي أهلا فيكم وينما وجدتي جمعنا بحل سلام طمأنينة إيماننا منحس فيه أكثر إن كنتي بالرسيتال بالمقابلات وجودك بحد ذاته وإيمان معنوية كثيرة بداية نقولك جوية نوال ميلاد مجيد عليك وعلى عيدي ولد المسيح كيف قضيت العيد قضيت العيد بالكنيس وقضيت العيد كان لدينا أديس خاص وقضيتهم مع العيلي بالبيت وهيكي مجموعين كلنا سوا تسعة عشر رسيتال مرق خمسة عشر اليوم في رسيتال من بعد مظبوط شرفونا هون صح العلمة قريب مرنهرة ساعة ثمانة ملاحظة ليس يعني على السبعة أي الساعة؟ ساعة ثمانة ساعة ثمانة عرحتكم بس أنه اليوم في بصح العلمة مرنهرة وبكرة في مرشار بالأدوني الساعة ثمانة نهر الجمعة في بدارعون بالسيدة الإنتيقال ساعة ثمانة كمان والسبت عين عنوب جانب علي جمعنا لما نقول تسعة عشر رسيتال الينا كنا من باريس بلشتها من فرنسا بوردوب ووصولا للبنان قد بتحسي أنه بهالفترة من السنة لازم تكون جمعنا مدوّر جامع المؤمنين المستمعين لحتى يسمعوا هالصوت والصلاة الي عم نوصلوا للسماء طارفة أنا بعمل اللي علي يعني أنا من قلبي بحب أعمل هالشي وأنا بعرف أنه ياسوع بحبني أني أنا رتل وأني أنا خبر عنه هو إدايش هو حلو وإدايش هو محب وإدايش هو السلام ونحنا عم ننبش غير محل وهو السلام بزيته مش عم نأقيه يعني مش عم ناخده ونقول له إيا يا ياسوع أنت بنا إياك بحياتنا أنا ما بعمل شي غير هيك وبحط نيتي وما بعرف العالم كتير بتتصل يعني السنة اللي فت بالنظر بها السنة أنه كتير طلبوا يعني دوب له ونص عن كل السنة مشان هيك ممكن أنا أخدت كتير رسيتالات هالسنة دليل شو؟ ما بعرف دليل أنه الحمد الله أنه عم بحسوا بيسوع ويمكن لأنه العالم بحاجة لصلاة وعم بيعرفوا أنه عن جد ما في حقيقة ما في حقيقة مضبوطة حقيقة الحقيقة غير يسوع المسيح أنه بيمكن بيفتحوا الأخبار بلاقوا في كتير أشياء مش حلوة دايما في حروب دايما في منزعات خينة فيت وعلى أكيد بلاقوا أنه بيرتحوا بالكنيسة بيرتحوا بالتراتيل بيرتحوا بس يسمعوا بيرتحوا لما يسمعوا صوتك بحسوا هيدا الفرح الموجود اللي بتنقليلون هيدا الفرح من وين بيجي؟ من هالعلاقة الوطيذة بينك وبين يسوع يعني نحنا لما نحب شخص مع الوقت نصير نحكي عنه بطريقة هيكة نبقى مبسوطين نحنا وعم نحكي عنه لأنه هيدا الحب بيكبر بيصير عشق هل هيدا هو شعورك؟ هو الحبيب هو الحبيب الدايم لو مين ما حبيته هو الحبيب الدايم وانت أنه أكيد بدك تخبري عنه بس تعرفي شي كتير مهم أنه دايما بتفكري فيه ودايما بتقولي أنه هو رح يكون مبسوط بهالشي أنه أنا اللي عم بعمله يعني كيف واحد مثلا بيو أنه أنه جزيو أنت مبسوط أعرفتي أنه هيدا شي كتير مهم بالنسبة إلي بس بعدين كمان ما فيه أنا أجيب هالسلام كله بدون ما يكون فيه أربان مقدس بدون ما يكون قريبة من أسرار الكنيسة من الاعتراف من المناولة هذا شي كتير مهم بالنسبة إلي يعني أنا بخاف بدون الأربان أنا إنساني خايفة ما عندي أمان يعني ما فيه أمان بقلبي طالما بس ما هو معي شو ما كان فيه حروب ما بهمني ولو أنا خفت بس أنا بعرف أنه هو دايما معي ودايما جوه مقوينة أنا بعرف نلجأ له بالفرح ولا بالحزن أكثر؟ بكل شي طالما دايما حتى بشو ما كون عم بعمل يعني بشو ما كون عم بعمل بالحياة دايما يعني بيكون عاي لقى معه أي لقى مع العذرة يمكن أنه بحكيها بمسح معها أنه بحكي وبجي وبمبسط بفرح أنه هيك بتصير شو آخر شي شو آخر شي قلتي لي لالعذرة؟ شو آخر شي لأ شفتها كمان بره بصورها قلت الله ساعديني منك باخد كل السلام تبع ابنك هلقني لأنه ساقة بتهيب والجه هذا اللي قلت لي ودايما يعني حتى هلقني أنه تقدر أحكي بالصدر بتحسيها دايما موجودة بأصغر الأشياء تعرفي بأصغر الأشياء يمكننا بسافري ما بكون مثلا بمحلات أنه ما في حدا يمكن كتير يساعدني أمشي حتى بلبنان يعني بإلا يلا ماري كوفت في ساعديني أنت تضبط شهراتي هلأ وروح بسرعة ساعديني بالميك اوب أنه هي كمان تنتبه لي طب إذا أمل بالبيت مش أنه هي بتحضر لي أكل وكل شيء طب مع أمي أمي اللي بالسماء وأنه أمي الروحية لحضر ما كمان هكي بتحب أنه تحتهم بولادها بالأشياء الروحية وبالأشياء الزمنية كمان أنا دايما هي معي دايما حتى بأصغر الأمور يعني عم تقول لك وافتة فيه بنتك يهي يهي احتمل فيها بكل التفاصيل هل أنت بتلجأ إليها بكل تفاصيل بحياتك جمانة بكل تفاصيل بدك بعد أكتر أي أي يعني أنا بأصغر الأشياء ما هي دايما أنه تحكيها كأنه هي أمك تحكيها أوقات أنه هي بنتك يعني بتحس أنه أنت هلأ وقت أنك تباليليا وقت أنك تغنجيها بس تعرفي شغلي عاشت اختبار كتير حلو بتراتيل إن كان بي دون عمل يعني كلمات هون ريزيب وأكيد كلهم ألحان جزاف خليفي بواجه لهم تحية وكمان بعمل كامل وهي العضاء يعني كل التراتيل عم بتقولون عن ابن يسوع بالألم والإيامة حسيت أني أنا مش مجاوزة ما عندي أولاد بسألت له مرسي يا عضرة أنه بهذا التراتيل عم بقدر حس ولأنه الأمومة مع يسوع المسيح بعدين بليفت أورناط بحس أنه في عندي أولاد روحية هؤلاء اللي أنا التزمت أني أنا دايماً صلي لهم أني أنا دايماً بذكرهم بكل أديس وفي منهم ما في على أسميهم بس بقال له يا عضرة هؤلاء أنا أولادة شو ما كانوا من الناس اللي انتقلوا أو نس أكبر مني أو أصغر مني بكتير بس بقال له هؤلاء أنا مسؤولة عنهم هؤلاء أنا أمهم بقدملك يهون دايماً بحميهم صلاتك هذا شيء كتير مهم شو كتير بريح يعني عم بتقولي حتى الأشخاص يلي فرقونا أنت بتعتبر هن أنت قيمي عليهم أو هن أولادك هن جزء منك بتصليلهم علاقتك بالأطفال جمانا هل هي نفس العلاقة مثلاً مع كبار السن شو بيختلفوا عن بعضهم علاقتك بالآخرين بس خاصة نحكي الأطفال والكبار لايكي وإهتمة وكله بيمشي هلأ أكيد في طاقة عند الإنسان أنا مثلاً نمكي ما بقدر إهتم بطفل أكتر من ساعة بحيث بعمل إنهيار حظه لأنه بيكون أكدف جميلة بيكون حركة بحيث أنه أنا مثل مثل أوقات بتساوى فيه بقول أنا دخليك عدرة هلأ أنا بديتغنج شو ما أنا أوقات تتعلمي يعني بديك تنتبهي بس فيه في ناس عن جد عندهم قدره يهتموا ويسابروا يعني عن شاد البركة فيهم عن جد يعطيهم العافية بتتعلمي من الأطفال ايه كتير شو بتتعلمي أكتر شي هيكي بيلفتك بمواقف تصرفات رديت فعل يتفاجئنهم ما بيحقد ما بيحقد يعني قد ما كان زعلين وعبصرخ وبيقولك ما بحبك وما بعرف شو بتربع لي بتحكي بتراضي بتعطيه شي حلو بين إيدي بيمبص الضغري ما بيحقد بيغمرك هيدا شي لازم يتعلمون حسي هالبراءة اللي بيتمتع فيها الطفل منرجع منعيشها لما منكبر بالعمر ولين احنا ما منعيشها برأيك بهالفترة من عمرنا لا أنا منفكر كتير بقول أنا أنا ياما بقول أنا إذا قال لي بونجور بقول لي بونجور إذا ما قال لي بونجور مش هحلو بونجور وبنرجع منفكر بحطرخص براسه بس نزعل من حالنا لما منفكر هيك منقول تعليمنا ما بتقول هيك بس نحن اللي عم بتصرف كتير بس أنه يعني باردون بس أنه هايدي حقيقة أوقات بتصير بس بتعرف الإنسان بش دايما بيكون حاضر بس بقاله يا سوق أنه دايما خليني كون حاضرة أو ما تفرق معي يعني ما تفرق معي غيرك أنت وبس أنت يعني بالنهاية الشخص الآخر أوقات تثبط أوقات متثبط أوقات بغلت برجع باعتذر أنه بتروح وبتيجي الأمور بس هدا فيه واحد أني أنا عن جد بدي أوصل لها الشي بعدين بتعرفي كتير بزع الوقت بشوف ناس كتير كبيرة بالعمر بعد عم تشتغل يعني هيدا لبنان عنا يعني الله ياخد بأيد المسؤولين وتبطل هالشغلة بقول أنه مش قادر يجري بس كرمال عائلته أو عنده ملجر يعني بحس أنه أنا بصير هيك سائرة على هيدا الشي وبحس بدي بدي حامي عنه بل كأنه ولد لأنه كمان بالنهاية هو ضعيف إذا حدا كمان يهتم فيه لكل إنسان بس أنه بهيدا النقطة يعني بالذات ليه لبنان موجود عندك بكل رسيتال بتأدميه يعني حتى أنا لما التقيت فيك بره قلت لك غنوا أينما كنتم لبنان ولنا لبنان لكم صلوا أو غنوا للبنان هو اللي بيصلي خلص وصل يعني إنه وصل أهم بكتير بعض من الغنير بس مهم يفرح القلب والروح لبنان يقبرني ربه لبنان هو قلبه الله من شنهاك هو لن يموت وهو بقي معي صوع المسيح للأبد وهو رح يعلم المسيحية للكل أنا هيدا إيماني وهيدا بقوة الله اللي رح يصير لازم يظل دايما موجود لي مرة سافرنا على ميديوغوريا بشوف على الشمعة عالم البلد وقالنا لأبونا قالنا يتذكروا يصلوا بلدهم مقدسة يتذكروا يصلوا لبلدهم بحس أنه بكل ما أكون مرة موجودة بقول أنا أحبائي بقلبي العالم الموجودين إذا كان في تليفزيون كمان عم بيصور طي يحضر أكتر الأربان موجود وحبيبي لبنان موجود بحس أنه خلاص اكتملت أنا شربت كل اللي بدي أشربه يعني كل المحبة اللازمة لازم ضل نذكر أنه دايما يصلوا للبنان بزعل أوقات لأنه في منهم ما بيرضوا يحطوا علام لبنان بالكنيسة كتير بزعل بس هذا أنا هلأ شرط الدايم بكل ريسيتال لازم يكون علام لبنان معقولي حدا يرفض طلبك أنه يكون موجود العلام اللبناني في منهم ما بيحبوا بالكنيس لأنه بس أنه شوف فيها ما هو الوطني اللي بيوحدنا كلنا ما هو أنه مقدس يعني خلاص من رتل من صلي للبنان ولا منختار ترتيلة هيك من صلي معي اللي بي رايحك نحن مهام نسمع صوفك الحلو كلماته الحان جزاف خليفة واجه له تحية أكيد صلوا أينما كنتم لبنان لنا لبنان لكم غنوا إذا شئتم فبلاد تحبكم سلاما لكم من لبنان سلام الأخوة والإنسان يا فرح الحرية في كل مكان يا فخرا يا عزا يا لبنان صلوا أينما كنتم لبنان لنا لبنان لكم غنوا إذا شئتم فبلادي لبنان بلادي تحبكم معلن لازم نحبه لانه وبيحبنا وهو السقف يلي بيجمعنا كلنا أكيد والصوصي كمان أنه تعرفوا اللي بره رغم كل شي عم بحاملوا يعيشونه إياه هون بلبنان هنجد لبنان في روح الله ودايما بحبهم وعنجد يرجع ولوه لما منقول سلام يعني محبة بنحب بعضنا لحتى نعيش بسلام العيد كمانا ما ننسى أنه هو محبة الآخر ونتذكر ونسامح بعضنا صح أهم الشي نسامح الآخرين ولكن هل نحن بنملك الجرأة أنه نطلب السماح يمكن ما تصدقيني بس أنا إيه وأوضلته بحقك تعرفي فيه شغلة عوقات منتخيناء منتخيناء أنه بتشارع على شغلة وخلص تحس أنه ما فيه شي بيجمعك بالإنسان الثاني غير هدف غير كل شي أحيانا كتير أو بهيدا الظرف بقول أنا جيزيو شوف إذا أنا مغلطة خليني ضغري أنا أعتذر وإذا لا بس فرجيني مين لأن إذا أنا ما بحب أبدا نكون مغلطة أوقات كتير ولو مش أنا الغلطاني بطلب السماح للآخر بس ما فيه يقول له إلا أنه أنت عملت واحد اثنين ثلاثة هيدا شيء إزاني بس أنا مع الوقت أنا نسيت أنا وقت سوكي بس خلص على أوقات يمكن الإنسان الثاني بيكون رافضك ما بتقدر تحكي يمكن تقلبي بتبسي بتغمري غمرا و بتروحي بس إذا أنا مغلطة مية بالمية بطلب السماح مارشاربل كان يقلنا إنه إذا اعترفنا بغلطنا هيدا الشي بيكبرنا ما بيزغرنا أكيد فمين له قلب يزعل مني كوي يتخين قوي أكيد بك أنا يمكن عملت انفعالة زيادة بس الموضوع وين يمكن طريقتي غلط بس أنا ما بفوت ما حدا إلا إذا كان عن جد ما يحق يعني ما بفوت للآخر إنه إلا إذا عن جد ما يحق ما بقدر إسكت ولما نسامح ننسى برأيك جمانا أو ما ننسى بس نسامح لأن نتعلم شو أناعتيك بتقول فيه شغلية أناعتي بتقول إنه قد ما فيه إنسى طالما هدا فيه سوء هيدا كنفلكت نحنا منعيشه بينه وبين حالا بس في نهاية نحنا باشهر لك صعب الإنسان كتير ينسى بس عن جد برجع بقليك إنه بأسرر الكنيسة الكنيسة هي اللي بتردو إنه القربان هو اللي بتخليه مثلا يكون قوي وما تفرق معه ما فيه إنسى إنه إنسان يمكن جرحني كتير يا ما جرح حدا كتير قريب علي ما دمر إنسان دمر إنسان بكامله بس صلا إنك دائما تحطيه براسك بس تصلي تشوفي صورت وجه وتطلبيه دائما دائما هيدا شي كتير بأويكي بس طرفي بالشغل غير شي يعني إنسان تنقول بسرقني ما كاني منيح معي ما أشتغلي منيح بيطلع النتيجة غلط إنه ما بقدر أرجع أشتغل معه إنه كم مرة بدوع بزيت الغلط بس أنا أكيد بسامحو إنه خلاص الله يسامحو على اللي راح بس ما بقدر أشتغل معه ستوي يعني إنما تصاعد الشخصي مختلف أكيد المرنمة جمانة مدور مرأة الوقت على السري خلاص طيب أستطعنا كتير بلك أشكرا كتير على كلها الفرح والسلام يعني نقلتهم لستوديو بتحل الحياة شرفنا جدا حضوري و للمشاهدين كلهم ناسي كتير أنا كمين بشكر اللي بي سي بشكر كمية عفاف كل قيمين المشاهدين و كنا أعطوا صفيك على كل حال هون كلهم بحبوك أنا كماني كتير يعني هلأ قبل الهواء بيساويني بركي رجع كل واحد أكيد أنا بحبوهم بشتغلة كتير سوا وأحلى أحلى نتيجة كانت بقى أنا بدي أقول لكم صحيح إحنا بالبول نور هون مثل محاطين بس كل الدفع كل الدفع حسيتوا بينتكن بالل بي سي تانكي سمات شورد المسيح هلوها لولويا أهلا وسهلا فيك مرسي